المفكر السياسي الكبير الدكتور عبد المنعم سعيد مشوار حافل في صناعة الوعي وفي الفكر السياسي المصري عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صحيفة المصر اليوم ومدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية وترأس سابقا مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حصل على البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ثم على الماجستير والدكتوراه من جامعة إيلانوي الأمريكية أسس معهد دول الخليج العربية في واشنطن وعمل في العديد من المراكز البحثية الدولية منها معهد بروكينغز بواشنطن عام 1987 وزميلا باحثا في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفورد عام 2003 وزميلا بمركز كراون لدراسات الشرق الأوسط بجامعة برانديز الأمريكية منذ عام 2005 وبين عامي 1997 و2011 قدم الدكتور عبد المنعم سعيد برنامجا تلفزيونيا بعنوان ما وراء الأحداث كما قدم برنامج مع المعارضة عامي 2008 و2009 وقدم للمكتبة السياسية عددا كبيرا من المؤلفات المعنية بالنظام العالمي الجديد والشؤون العربية والشراكة الأوروبية والصراع العربي الإسرائيلي وسياسات الحد من التسلح من بينها حرب الخليج والفكرة العربية مصر دولة طبيعية السياسة والاقتصاد والعمران إصلاح الساسة الحزب الوطني والإخوان والليبراريون ثمن الإصلاح أهمية التفكير الجاد في مستقبل مصر وأصوات المثقفين في ثورة 1919 الثورة والنخب والجماهير ترجمة نانسي قنقر